السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الجزائر تتجه نحو اعادة فتح الحدود بشكل كامل الدكتور بركاني يتحدث منذ بداية هذا الوباء العالمي تم تقييد السفر الدؤالي وتم وضع العديد من الشروط على الحدود الجزائرية في الاوينة الاخيرة استقر الوضع الصحي مما يشير الى احتمال فتح كامل لحدود البلاد في الوقت الحالي لم يتم الابلاغ عن اي قرار رسمي بشأن هذا التغيير المحتمل لكن المتخصصين يرونه بعيون جيدة في ضوء ارقام حالات كوفيد وبالفعل قال الدكتور محمد بكأت بركاني لوسائل الاعلام ان هناك لا توجد معقاد صحيات فيما يتعلق باعادة فتح الحدود بشكل كامل ووفقا له فان الوضع الصحي المستقر الى حد ما سيسمح للمسافرين بالتنقل بحريات اكبر وبدون قيود معينة وذلك بفضل العودة الى ما يسمى ببرنامج النقل الدؤالي العادي وبحسب المتخصص فان هذا الافتتاح سيكون ضرورة اكثر من اي شيء اخر لأسباب اجتماعيات واقتصادية يصفها بانها ملحة ومع ذلك لن يكون هذا ممكن الى مع احترام تدابر معينة مثل التطعيم الاجباري او حتى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لغير الملقحين وقال وزير النقل عيسى بكاي في ممتدى الاذاعة الوطنيات ان هذا القرار لن يأخذ على محمل الجدد سيكون للجنة العلميات رأيها لضمان اخذ جميع العوامل في الاعتبار تتناقص حالات التلوث بكف التسعة عشر اكثر فاكثر في الجزائر وبالفعل ووفقا لاخر تقرير صادر عن وزارة الصحة فان الدولة لديها تسعة وستين حالات جديدة فقط يوم الاربعاء اثنان مارس الفين واثنين وعشرين مقابل اربع وسبعين حالات مسجلة امس وبلغ اجمالي الحالات المصابة مائتين وخمس وستين صفر واحد صفر منذ بداية الجائحة وبلغ عدد الوفيات ستة الاف وثماني مائة واربعين وارتفع عدد المرضى المتعافين الى مائة وخمس وسبعين الف وخمسمائة وثلاثة عشرة حالة بالاضافة الى ذلك في بيان ادلبه للاصحافة يوم السبت ستة وعشرين فبراير الفين واثنين وعشرين تحدث البروفيسور كامل جنوحات رئيس الجمعية الجزائريات للمناعة ورئيس دائرة مختبر الرويبة المركزي عن المناعة الجماعية ووفقا له فان تسعين بالمائة من السكان سيحصلون عليها من هذا البديل من او ميكرون وعاد الى خطابه اليوم على موجات اذاعة القناة ثلاثة من اجل تقديم بعض التفاصيل من خلال التأكيد على اهمية اللقاح في الواقع لقد حالت دون حدوث العديد من المضاعفات والوفي